هل تغامر إيران سيد أحمد وتضرب فعليا إسرائيل قبل الانتخابات الأمريكية؟ إذا أخذنا بنظر الاعتبار حزمة الإجراءات التي اتخذتها إيران لامتصاص النقمة الداخلية والتي ابتدأت في قرار للمرشد الأعلى في عدم تمكين المحافظين أو البعض يطلق عليهم بالمتشددين والقبول بإرادة الرأي العام الإيراني بجهات إصلاحية على رأسهم بازاشكيان ثم إعادة تمكين عراب الملف النووي والاتفاق النووي وهو الضريف كلها تدلل على أن إيران قرأت المعطيات قراءة دقيقة أن العزلة الإقليمية والدولية باتت تؤثر على الجبهة الداخلية ودعم الدول حينما تحسب للمواجهة والاشتفاكية تحسب بعدين رصانة وحصانة الجبهة الداخلية وقوة الاقتصاد للدولة وبما أن إيران تدرك حقيقة بأبعاد أن الاقتصاد لا هش وأن هناك نقمة جماهرية قد تستثمر في ظل خرق باتة واضح جدا للجبهة الداخلية من قبل أطراف كثيرة بما فيها إسرائيل والقيام بعمليات نوعية واحدة منها هي سرقة الملف النووي بهذه الطريقة وبهذه الكيفية فهي لن تذهب باتجاه خيار التصعيد وكما تفضلتم في التقرير أنه قد يصار إلى التلويح بالقوة لأن واحدة من أسباب الاستعراضات والمناورات المشتركة هي التلويح بالقوة كالجزء من استراتيجية الردع وحتى الآن تحريك الولايات المتحدة لموارد الدعم والإسناد لإسرائيل بما فيها طائرة البيف 52 هي للتلويح بإمكانية الاستخدام وهذا التلويح هو يأتي في إطار الردع وليس في إطار الرغبة الفعلية لإجراء عملية عسكرية فلا زالت العبور من ضبطه والمتغير في الولايات المتحدة يجعل إيران أكثر قلقا من أن تتجرأ في عملية عسكرية لأنه واضح جدا أن المسار يشيئ لأن الجمهوريين قادمون سواء كانوا عبر ترامب أو بآلية أخرى ولكن البرنامج القادم الذي تدعمه كبريات الشركات البترول في الولايات المتحدة هو يصطف بجانب الجمهوريين وليس الديمقراطيين فهذه المتغيرات في تقديري ستقيد وأن إيران لن تجازف في عملية قد تجعل الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل في ضربة ممكن أن يصفها بضربات الموجعة لا سيما أن الضربة الأخيرة كانت فيها فعاليات تقنية عالية جدا شاغلت من خارج الحدود المناسبة لم تخرق الحدود الإيرانية ولكنها استخدمت صواريخ البلوز بارو التي هي بحدود ألفية كيلومتر ولذلك لا يحتاجون في كثير من الأحيان إلى اختراق الحدود بقدر ما يستخدمون الوعد التكنولوجي والتقنية في استهداف الأهداف السوقية والأهداف الاستراتيجية